طيب تقول يا ساتر يا لطيف طيب خلاص يعني هل الرب رفضني هل الرب تركني لا أحبائي ما هذا اللي أنا عاوز أنه أتكلم أنه الله أحبك قبل تأسيس العالم أحبك لدرجة أنه خطط الفداء والخلاص قبل ما تولد وقبل ما ترتكب خطيئة قبل ما تفعل خير أو شر الله بيعرف لأنه محبته أزلية محبته ما بتتغير بحسب الظروف مش الله يحب الذين يحبونه لا يا حبيبي المسيح قال إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون حتى الناس الخطاء اللي في العالم عم بمارسوا الحب حب المصالح بحبك لأنك بتحبني لكن في ناس طبعا عندهم كراهية لأنه ملبسين شياطين إلى درجة أنه بيقوموا في القتل والسرقة والاختصاب والزنا باسم الدين طبعا إحنا بنتكلم على داعش مثلا ومنظمات إرهابية اللي بتحركها شياطين لما الإنسان بيكون بحركه شيطان فكل هذه الأشياء بتكون تحت هذه الدائرة لكن الشخص اللي يدرك محبة المسيح ويدرك قداسة الله ويدرك قذارة نفسه وخطيته إنه استحالي إنه يصل الله قال المسيح إن لم يزد بركم على الكتب والفرسيون لا تقدرون أن تدخلوا ملكوت الله كونوا كاملين كما أن أباكم السماو هو كامل كونوا قديسين لأنه مكتوب يعني الله قدوس كونوا قديسين لأن أنا قدوس فإذن إحنا بنحاول نصل الله بكل هذه الوسائل وسرعان ما نفشل